وجيه فراك التلقيح المتقدمة إلى أماكن ونقاط التجمع واحدة من الاستراتيجيات التي تعتمدها الجهات الصحية بكيهيدي في طريق خطتها الرامية إلى محاربة الفيروس المستجد من التقيناهم من المستفيدين من التلقيح أشهدوا بفعالية الفراكة الطبية المتقدمة وما تلعبه من دور في توفير جرعات اللقاح بشتى عيناتها في الأوساط الأكثر كذا النقل من حقه يدق وإياك أنه من يشوفه بصاجة يدق ومليه بصاجة كامل العالة تعدى مرض الحد والله هم متلقلين دائما الحمد لله يعدوا مرض الحد استهداف الأسواق ومحطات المسافرين ومنافذ المدينة وغيرها من أماكن التجمع أمر دابت عليه الفراكة الطبية المتقدمة بغاية تقريب خدمة التلقيح من المواطنين غالب من الناس كاملة عنها تجيب وتترقى لقاحها وتجبر دقتها لك ولي تواسع أسمعت من الميرفنا نعود وخلوا ذلك المرض يتفش فينا وخلوا ذلك المرض يعد في التاك وخلوا ذلك المرض يعد متفش في بلادنا يالكنا نعود للناس كاملة ومقبيلة على الديك الهيجي ويترقى لقاحه هنا موجود كامل جميع اللقاحات عندنا تبارك الله متوفرين ونحن نطلعه من السامعة والنصف على الصباح والنقز واللار خمسة الدحميس مع ما تبدله الجهات الصحية من جهود على المستويين البشري واللوجستي لمواكبة تطور الجائحة فإنها تؤكد في نفس الوقت على ضرورة الإقبال على التلقيح وتحذر مخطورة التراخي في تطبيق تدابير السلامة الموصى بها صحية عبدالله الصوفي قناة الموريتانية مدينة كيهيدي